السلام عليكم جماعة الباك جاسبر كووزالي بيان في هاتلا فيديو رحين نواصل دائما في التحفيز للنجاح والتفوق في الباكالوريا بما انه اليوم كان اول يوم في امتحان الباكالوريا لمدة العربية والاسلامية جاسبر تكونوا خدمتوا جاسبر بيان ولكن حتى اذا ما خدمتوش ولا سؤال ما جاوبتوش مليح ولا نورما الجماعة يفو با بان سياسة خلاص الان انساوا العربية وانساوا الاسلامية ولازم نفكروا فقط في الرياضيات وفي الانجليزية اللي رحين نفوتوهم دماء ان شاء الله داكار يعني خلاص اللي فات مات احنا نخمو في غدوة ما نخموش في البارح داكار جماعة فقط باش ما تبيخ تيغبوش ارواحكم شوفوا اول تعليق استادة من فطليق قولي لي كيف هنقرى رياضيات رنيقاريا دروس ميت تمارين زيغو فيهم ومعاملها خمسة حبة على الاقل ندي عشرة استادة ساعديني كيف هنقرها شوفوا احباي الرياضيات هي مادة تطبيقية بما انه غدوة رح تفوتي الباك نصيحتي لك رحي الان من اللي تجي رحي ارتاحي شوية بيانسوخ ومباشرة رحي بدي حلي المواضيع حلي اكبر عدد من مواضيع الباكالوريات السابقة ونصيحتي لك اذا بغيك زونبل حصلتي في تمرين ولا معرفتش كيف هش تجاوبي على هدك التمرين اولا رحي شوفي الحل انتاعه في اليوتيوب يعني اكيد رح تلقو بزاف تحل المواضيع سابقة دونك انت يا رحي شوفي الحل انتاعه كيف هش يجي في اليوتيوب ابخي عاولي حليه اين دوزيان فوا يعني حاولي تحليه اين دوزيان فوا بعد ما شفتي الحل انتاعه في اليوتيوب هكذا باش تدربي على حل المواضيع داكور يعني شحال ما تحلي مواضيع ساس غيمية اوكي بارك الله فيك استادة ربي اعطيك ما اتمنى شكرا حبيبتي بارك الله فيك بارك الله فيك استادة انا خايفة من رياضيات وفيزيك واسكو نقدر ندير مراجعة الفرنسي وانجلي ونجيب فيهم نقاط قولي لي رياضيات كي ندير معها مع العلم كنت نحلي كل وحدة منها تمرينات بارك الله فيك استادة شكرا نكملي معنا حتى يوم الخامس ان شاء الله رح نحاول نكمل معكم الى يوم الخامس اذا شوفي راك تقولي باللي حليتي تمارين تخيبيا فقط بقي لك تزيد تحلي مواضيع تعال باكالوريا يعني حلي زوج 3-14 حال ما تقدري تحلي حلي وديروا لاستوس اللي قتلكم عليها رحوا قارنوا الاجابة تعكم على الاجابات اللي يكونوا في اليوتيوب باش هكدا تتدربوا مليح على مواضيع الرياضيات اما فيما يخص الانجليزية والفرنسية طبعا تقدري تديري انا نتمنى يعني تديروا حتى حل مواضيع يعني تتدربوا على حل مواضيع وتتدربوا على الفرنسي على في الانجليز تدربوا على الفقارات كيفاش تكتبهم تدربوا على كيفاش تفهمي الناس كيفاش تجاوبي على الاسئلة يعني تدريب مليح في هاد المواد باش تدو وستادة ما حليتش قاعد يسيجي خايف يؤثر هادا في النتائج شوفي حل المواضيع مهم بزاف لكن ما عليش هاد اللي لا حلي فيها اكبر عدد من المواضيع يعني ديري واحدة ربع ساعات ولا خمسة من اللي تخرجي من الامتحان ارتاحي واحدة الساعة ومباشرة تلو مبداي في حل المواضع حلي واحدة ربعة ولا خمسة تاعة المواضع هكذا في مادة الرياضيات وواحدة الزوج ولا ثلاثة تاعة المواضع في الإنجليزية باش تتدربي على المواضع أنا الثاني ما نيش مكملة فلسفة وإسلامية وجغرافية ومات مهرودا داما على الوقت اللي دا عربي سهل لنا إن شاء الله شفتوا جماعة دايما نقول لكم جماعة لغيفيزيون تبدأ بالديبت داني مش يحتل لفن لكن معليش سنة باتخوتا غدية اليوم ركزي فقط على الرياضيات والإنجليزية غدوة عاودي ركزي في المادة اللي عندك قناة الطاقة الإيجابية والفائدة تستحق المتابعة شكرا حبيبتي بارك الله فيك شكرا لكم جزيل الشكر على هذا الدعم الرائع اللي كنت تدعمه لقناتي يا ربي فرح نيره عامي الثالث ما نيش قادر نزيد نختار مرة ثالثة يا رب شوف غير الوجه واللي اللي فات منها يدعي إن شاء الله حبيبتي من هذا المنبر أني ندعي لك وجميعنا ندعو لكم وراني ندعي لكم قاع يا ربي إن شاء الله قاع اللي ركوا تفرجوا في هذا الفيديو إن شاء الله يا ربي قاع ركوا من الناجحين في البكالوريا بإذن الله تعالى جماعة اللي رهم طالعين اللي سيعرفوا تخيروا الشعبة أنا درت تقني رياضي ولقيت روحي مش في بلاستي خلاص ونجيب غير في اللغات بلا ما نقراهم لو درت لغات أجنبية دور كراني جبت أكتر من 17 راه ورح عامين محياتي بلا فايلة صح والله هذي نصيحة كنت تحب نقولها لكم قاع صافي بيان لونتون ونسيت شوفوا جماعة مشي قاع نقدر نديرو سيانس ولا قاع نقدر نديرو ماتيلام ولا والله حلا بالي قاع مدابينا قاع نحلمون ولو أطباء وقاع نحلمون ولو ديزنفيرمية وقاع نحلمون ديرو انجينيور لكن جماعة مشي قاعدنا لهم كاباسيتي أنا والله العظيم أنا أعود بالله من كلمة أنا أنا في البروفي في البيوة منتاعي جبت 16 معدل وقاع الأساتي دانتاعي قالوا لي ديري سيونتيفيك ديري أس بسكو جبت الساز وانا علاش أنا كنت المادة السيونتيفيك الوحيدة اللي نحبها سيتي الفيزيك أنا كنت نحب الفيزيك أما السيونس والمات ما كنتش نحبهم فأنا شخصيا قلت نو أنا ما نختارش تخصص اللي ما نحبهش نختار تخصص اللي نحبه اللي نعرف باللي قادرة عليه نعرف باللي جسوي سيوغ باللي نجيب فيه معدل المليح جسوي سيوغ باللي ننجح فيه سيبوخسا من الأول ديسيدة ندير لغات أجنبية مالغري كل عائلة انتاعي كانوا ضدي والأساتي دانتاعي كانوا ضدي وقاع الناس اللي نعرفهم كانوا ضدي وقالوا لي ديري أس وما تديريش لاتخو ولاتخ ما نشي مليحة ويعيبو فيها وجن سي با كوا لكن أنا اختاريت التخصص اللي أنا نحبه اللي قادرة عليه داكور مالغري كو جبتساز لو كان واحد أخرى تجيب غير جن سي با كاتور وغزو لاتخاز تقول لك أنا روح ندير أس أنا نو أنا درت التخصص اللي أنا عارفة روحي متمكنة فيه والحمد لله نجحت فيه وفي الجامعة الحمد لله درست ووصلت وعطاوني دي بوخس ديكسيلانس وروحت للخارج بهذا كالتخصص اللي الناس قاعد ما يقيموش وقاعد ما يعطوش أهمية لكن جماعة نتوما مع لا باليش كل واحد يحب الأس كي تروحوا للباك تلقوا روحكم فابل في السيانس فابل في الفيزيك فابل في المات ويقول لك لا الأساتي دا مش يملاح ولا نو جماعة كل واحد كاين اللي عقلاح سيانتيفك كاين اللي بلا ما يدير اللي يكور بلا ما والو يجيب 20 في المات 20 في السيانس 20 في الفيزيك بسك رب يعطيه هذيك الموهيبة لكن مش يقاعد ما هذي الموهيبة جماعة دونك هذي النصيحة مش يليكم تلقوا لحين تفوتوا الباك تلقوا خلاص راكوا درتوا التخصص وما يكون غير خير إن شاء الله ولكن نصيحتي للناس اللي بار اكزامل عدا طالعين للليسي ولا اللي راهم ان دوز ياماني وشافوا روحهم فابل في المواد العلمية انتو ما سوني باتخوطا الآن وتقدروا تبدلوا التخصص خير ما تبقوا وتعاودوا في الباك هذي مثلا احسن مثال هذي واحدة صافيت خوازن هي تعاود في الباك انتحى لأنه ما قدرتش تتفوق في المواد العلمية داكو جماعة على كل حال نصيحتي لكم جماعة نسوا الامتحانات اللي فوتوهم اليوم وفكروا وركزوا فقط في المواد تعقدوا حلوا الموادع حلوا التمارين شوفوا النقائص اللي راهي عندكم مدى بيكم تكملوها كذلك النوم لازم النوم على الاقل ماكسيموم ترقدوا على الحداش باش هكذا تكون عندكم الانيرجي باش تبكروا وباش تحلوا خاصة المادة الرياضية تحتاج تركيز بزاف يعني مدى بيكم جماعة ترقدوا بكري باش تنودوا بكري وتركزوا مليح في الامتحان وان شاء الله بإذن الله عز وجل ما يكون غير الخير ربي نجحكم أحبائي والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر